بيوم المقابلة الأولى يوم المقابلة الأولى يحن طبعا يعني لغاية هنا ما نعرف منه الدلة عليه بس بيوم المقابلة الأولى أثناء الحديث قلت له سيدي الناس كلها تساءل عن يعني السرعة باحتلال بغداد أو سقوط بغداد ومن هو شبيك يعني أسباب سقوط بغداد هذا السريع احتلال بغداد أو العوامل اللي أدت بهذه السرعة لإحتلال بغداد مع العلم الجيش كان متأهب وقوات النخبة الحرص الجمهوري والقوات المتجح فلويها ومن اللي وشبيك قال لي إن شاء الله فبدأ يكتب كتب بأحد المقابلات رحت لقيته كاتب يعني مجموعة أوراق من ضمنها ذكر الوشات اللي موجودة معروضة اتهم بها أربع أسماء أو خمس أسماء آني بالنسبة لي يعني من خلال قناتكم من خلال منبركم وآني مؤتمن أمام الله سبحانه وتعالى على كل ما جرى يعني وبعدين هاي الأمور يعني اللي جرى بالعراقي هم كل عراقي أقول الحقيقة آني لا أملك صفة أتهم أحد لا أقدر أتهم قيس ولا أقدر أتهم المصلط ولا أي شخص آخر لكن هو اتهم أنا أريد ما يقوله هو يعني اتهم أشخاص معينين أنا طلعت يعني أنه هو يتهم قيس النامق وأخوته بالضبط بالضبط أنا لا عند البيت قيس ولا عرف قيس ولا أنا قلت للرئيس اتهم قيس ولا أنا حربت على هذا الموضوع وإنما قلت له للتاريخ يعني حتى يطلعون العراقيين وعائلتك وقربائك وكل العراقيين هم شعبك يريدون يعني بهالسوالة سقطة بغداد ويردون منه لشبيك لأنه تداعيات الاعتقال ألقت بظلالها فعلى الوضع بالعراق يعني حتى المقاومة كان الجانب النفسي يعني إلها ما كان بالوضع اللي قبل الاعتقال يكونوا واقعين فكتابه كلها هو فذكر بها الاسم أنا طلع قبل فترة قيس النامق وبدأ خليل وما خليل يعني أولا يقص ذك نعم اسلوبه ما مهذب خليل دكتور خليل مراعي غنم هاي أول نقطة النقطة الأخرى أنا ما متهمه ولا عرفه ولا بينه وبينه شي ولا لدأ التهم جهة معينة أنا ناقل ناقل لا أملك وسيلة اتهام إصداء الاتهامات هو قيس النامق كان صاحب البيت صاحب البيت اللي المسك الرئيس عنده واللي المنشور أو اللي شائع أو دارج بين الناس أنا شخصيا اطلعت على أنه هو صدام حسيني يقول أنا كنت في جولة يعني لفصائل المقاومة ورجعت وقت الغروب متعب ومنهك وبالتالي صليت المغرب أو أفن مسك القرآن بدأ يقرر القرآن ويقول أنا صاحب البيت يصيح يقول جوي جوي يقول قتله منهم واللي جوي قال للأمريكان يعني هذا كلام منسوب لصدام حسين فمراحة أنطاني هاي الرسالة وياها مجموعة أوراق الرسالة طبعا بلغت بها من يعنيه الأمر أنه ما احتفظ بها بلغتها وانتشرت وحتى بالأخير انشرتها بكتابي شي تقول الرسالة يعني باديها بداية وباديها يقول أنا اللي وشو بيه فلان وفلان 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 والعهد عراوي يعني أنا حدود مسؤوليتي أنه لا يمكن الطعن بأصل الرسالة يعني قبل فترة برامج على الفضاء الواسع الانترنية وال وسائل التواصل الاجتماعي أنه أكو ناس طعنوا بالرسالة لا الرسالة لا يمكن الطعن بها صحيحة مئة بالمئة أنا ما لدي علاقة مضمونها أنا لدي علاقة الرسالة بالخط خط إيد الرئيس الله يرحمه ومن الرئيس إلي مباشرة هذا اللي أجزم عليه أما قيس متهم أو قيس بري أو هذا هذا شغل ناس آخرين الأمر كان من طلعنا إحنا مؤتمر صحفي قبل ما تتحدث عن المؤتمر عذرا للمقاطعة ليش يرد اسم محمد المصلط أيضا هو محمد المصلط شنو لهو أبو بيت لهو ما ممكن توضح مسامع منه نعم بالنسبة محمد براهن النصط هو أحد أفراد الحماية الخط الأول وهو من أبناء من أقارب الرئيس يقال هو من خلق ويا بالأعظمية آخر آخر مرة طلع ويا مجموعة الحماية بالضبط ويا مجموعة الحماية طلع وهنا الأمريكان حسب الدعاء ومو حسب الدعائي تم تأشير كل الحماية ومن ضمنهم هو أفراد الحماية يعني هنا اللي يأكدون يقول لك كان المفروض الرئيس الله رحمه ما يخلي كل أفراد الحماية ما يخليهم يقول لهم روحوا ما يخلي أحد من اللي طلع بالأعظمية فهو المتهم من قبل جانب الأمريكي مو من قبل يعني أنا ما أتهم أحد ولا أبرأ أحد حتى كل عراقين سمعوني لا أملك وسيلة لا أحد اتهام لأحد أعطي اتهام لأحد ولا أبرأ أحد أنا قاعد أنا ناقل من طلع الأستاذ زياد خصابنا المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي وقال الرئيس أحد ضواحي بغداد وتم اعتقاله وكذا كذا اتكلم فحوا رسالة ورح فترة أنا رح قابلت الرئيس فمن قابلت الرئيس التق بي القاد المعتقل وكان جيرال ويا آخر اللقاء كان فحوا الكلام كان بيه نوع من العتب أو عتب علي من علي أنا قال الجيرال قال لي أستاذ خليل أنت محامي ونحن عندنا المحامي بأمريكا إلى منزلة خاصة أنت تنقل الحقيقة لو تنقل خلافة أحنا ما عندنا شك أنه أنت ما تنقل يعني تنقل إلا الحقيقة ما عندنا شك بهذا أنه أنت صادق اللي يفوت بهذا الطريق يكون يحمل من الشجاع أو الصدق ما لا يصف شنو مبعث هذا الكلام أنت ما نقلت ليس صحيحا قلت لك شنقلت شنون قال أول مرة عتبني أنت أنطيت قلت الرئيس بأحضة وحب غداد وهس مجبرين نغير مكان الرئيس قال لي مو أنت أنت وصلت لبعلومة واللي قال هالمحامي الأردني المعلومة الأخرى أنت إذا تبحث عن الحقيقة والناس يبحثون عن الحقيقة من خلالك اللي ذكرتهم واللي ذكر لك ياهم الرئيس مو هما لوشات والرواية الأمريكية معروفة لكل العراقين أنا ما رد أخوض بتفاصيلها أنا اللي أقوله فتح هذا الموضوع بالوقت الحاضر مو وقته وفتحه غير صحيح لأنه كل الناس مهجرة وأقرباء الرئيس أيضا الناس يعني يعانون ما يعانون من التهجير ومن الإبعاد ومن العقوبات والمحددات اللي عليهم فمو وقت هذا انفتح الموضوع هذا قبل فترة ما كان هذا الوقت المناسب لفتحه زائدا هذا الموضوع أقارب الرئيس كلهم كانوا ثبات وقادة أمنيين هذا الموضوع أنا نصيحتي تشكل بي لجنة من قبلهم حتى لا هذا الطرف يذبع الطرف الآخر ولا الطرف الآخر لأنه هو اللي جاري الرئيس الطرفين المتهمين واحد يربي تبادل الاتهامات تبادل الاتهام حتى مصر فتن عشائرية وفتن مناطقية وظل اللحمة ولحمة هاي المحافظة اللي هي صلاح الدين وناس واعين يعني أغلبهم يعني كل المحيطين بالرئيس وطربهم الناس واعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر